اشتركوا في القناة طالب الحفل لأيام اللي فاتت خلاني اتأخر في بعض الانطباعات واعتذر عن تأخيري في الانطباع اليوم بس هذا ما لا علاقة بالحفل للمشكلة مع اللابتوب وكذب اخرتني انا ااسف على المهم بلنزلكم كل شي فات باذن الله سبحانه وتعالى والحين مع وان بيس الحلقة اللي فاتت على هزيمة بروك انفجار بيدو ولوفي يبحث عن سانجي سانجي يناقش الحقيقة ومتردد الحلقة هذه بدت بالمشهد الاول يذكرنا باللحظة الاليمة بروك العاري المسكين في يد البيقمم وهي تلعب فيه ما ناديش بيصير وش بيتغير لكن يظل بروك محارب مهما كانت النتيجة يظل محارب يظل صمد يظل يستسلم لكن كيف يقدرون ينقذونه من يد البيقمم هذا هو السؤال الادهى والامار الصراحة اصعب مهمة من انقاذ سانجي هو انقاذ بروك من براثن البيقمم بعدين ننتقل على المشهد اللي بعده بيدو بيدو لما فجر نفسه في مقابلة هذا اللي هو توماغو وتوماغو كان في طور الثالث لما بيدو سوى التفجير اصعبوا لك المشهد ان الحين توماغو بشكل الديك صار الكونت الكونت بيكوك لا الديك ليس بيكوك فهو الكونت الديك ويقول لقد فجر نفسه وانهم هربوا وما في لا اي اثر بعدين قاعدت تتال كيف صحيح وين اختفها هل فعلا فجر نفسه هل فعلا انتهى بيدو لا 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 مستحيل مستحيل معلق عليك امال اللي اجابوا لي مشهد على تشوبر في المرايات قلت ياس ياس صحة انا قاعدت تشوبر ممكن انقذه معاني ما اذكرني شفت مرايات في الساحة لان كان هناك مرايات في الساحة تشوبر شاف منها بيدو اخرجوا نادا او لمح لانه يجي بيدو فجروا القنبلة استغلوا وجود الدخان وهرب الى المرايات معانا الانفجار ترى يعني وصلهم طبعا انتقال عبر المرايات يتم عن طيق بريلي فقط تشوبر شايلها على كتفه عشان يقدر يخرج ويدخل لان هذه قدرتها فتشوبر يسأل بيدو وقال له ان بوكا طعم عند البيقمام وانا لازم ننقذه وتشوبر يقول لازم ننقذه سانجي ولو بيونامي تم القبض عليهم فقال تشوبر لازم نتحرك وطلب الصور من كارت كنت اتمنى انك تكونين رسامة يا كارت يا الهي كأني اشوف انيمي تشوجو القديم حق الستينات الشخصيات اللي وسبتها كارت والله صحيح المراعقات هذه اللي شعرها طويل مارت من هنا خلص رايحونا تشعر طويل يعني هذا الشيء الوحيد نقدر نفيدكم في الماية طبعا تعرف سانجي تبقى المغضلة في بروك ولوفي ومشاعر طويل مع جيمبي حتى الجنود لازال يغلطون في اسمه هو جيمبي اويابون الزعيم فهم اويابون جيمبي نقطتين لازم نعلق عليهم اولا الكثرة تغلب الشجاعة وجيمبي استراتيجي وكان قائد جيش من قبل فاكيد انه سيفضل الهرب على مواجهتهم واثناء هربه قاعد يحل الموقفه وموقف لوفي يقول يعني انا خائف على لوفي لانه اول شيء متعب ومصري يتحرك وفوق هذا كله رايع في اتجاه قتال مهم شيء بسيط ونحن لازم نأخذ منها القلعة ايضا فقاعد يخطط للشغلتين في نفس الوقت الجنود حاصروا جيمبي من كل مكان فجيمبي يوجه نامي انها تقضي عليهم اللي وراي خليني تفاهم مع اللي قدامي اتنامي هذا اللي انا بيها انا حامد كبدي منهم بوجه الضربة طلعت العاصر حقتها ما حسن منين طلعت العاصر حقتهم طلعت العاصر حقتها واصعقتهم في اللحظة هذي اللي شافها فيها تشبه فهي من تبه طبعا الوجود تشبه المضحك في الموضوع غيرها صعقة تشبه الكيوت الكواي اللي هي عمرها ما تفكر تضره اللي يعتبر مثل امانة عندها تنسون يعني تعتبر انها هي احد الاسبام اللي خلت شبه ينظم الطاقم فهذا الشي صعق مشاعرها فوقرة كلها اللي ضحكني انا صراحة ان بريلي المرة الثانية شواتها نامي زوتها على الفحم يعني بريلي خلاص صارت تيبون بريلي ريباي ستيك بريلي سيراليون بريلي بريلي عالفحم خشمه صارت كوزدره لكن المسكين تشبه الكلام على المسكين تشبه يعني اللي كزر خاطر والله من جد من جد فننتقل للمشهد الاهم اللي بعده لوفي وهو يبحث عن سنجي لوفي قاعد يركض في الازقة حق قصر يبحث عن سنجي عشان يساعده يبي بلغه الرسالة ان راح يكون ضحية وقاعد يصرخ من قلب يعني وحرقة سنجي 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 طبعا ريان بين لوفي و سنجي ان لوفي ينتظره لو لان لوفي عرف ان بودنك راح تخون سنجي صدقوني كان اول مكان توجه زي مصابة اخر الحلقة الى المكان اللي عليها ان انتظار وانا راه نك اني راح قابلك هناك لكن لوفي الحين مضطر يكسر الريان عشان يبلغ سنجي انه في خطر وهي هنا روح فواحد يحترق من اجل الوصول والاخر يحترق في التفكير لازال مع ان اختفى كتلة كل الغاز واختفى كتلة كل القيود الروحية والعاطفية والجسدية من ناحية لا ساوه خلاص اشتبغى لكن لازال صراعا نفسي الشخص الحازم لا يحتاج لعذر والشخص المتعذر اي عذر يكنسل هدفها فهو الحين لغت العذار وقاعد يدورها على العذر الصراع النفسي طبعا هذا مو بعيد يعني في ناس كده يدخلون الصراع النفسي فلوفي وهو يبحث عنه قتال مع الجنود يمنة ويسرى فوق تحت جل 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 يبحث عن سنجي قبله واحد ثاني الاخ الثالث حكيمو مونشتر الابن الثامن يعتبر من ابناء البيجمام فلما قبله هذا الابن الثاني الثامن قصدي من ابناء البيجمام قال له لوفي مو بتوني مفقع وجهك انت قال له ذاك أخوي الأكبر أنا بنتقم منك الحين وبدأ الشغل بالهكي لوفي في البداية بالجير السكندوية لكن هذا غير انه عنده هكي عنده سرعة خيالية وقال له لازم تشوف واريك انه عندي قدرات أخرى اقدر استخدمها لما قال قدرات فلما نجي نحللها كلمة انها قدرات اذا كان قصده فاكية شيطان قد يكون عنده فاكية شيطان لها علاقة بالسرعة مع انه اعتقد استهلكت كثير من فواكل الشيطان اللي لها علاقة بالسرعة فما شوف القدرات وزي ما قلت لكم من قبل الحدث هذا يركز على القوة الجديدة الثالثة والقدرات الشخصية لكل شخص يعني مو بشرط انه يكون لها خاصة لا اي واحد يقدر يطورها وفي ناس متميزين فيها اكثر من ناس مثلا السياف كل سياف لها طريقته وسياف متمكن هذا السياف الاول هذا السياف يقصد النار ثالث زي كذا فلما اكلمك عن القدرات هذا صراحي يأكد لي نظرية لاكيرو انه من اسرع الشخصيات في وانبيس ان لاكيرو عنده قدرة السرعة او فاكية السرعة هنا اشوفها لا والله قدرة السرعة اذا هذا عنده قدرة خليه يختفي من يمين ويسار بسبب سرعتها فانا راه انكم ان لاكيرو لاكيرو طبعا هو المتين اللي مع شانكس اللي دايما يأكل لحم اللي ورا لوفي الصفحة اللي فيها الفاكهة اللي لما جاء عند العصابة اللي كانوا خطفين لوفي وكان واحد منهم اشرب المستدس على شانكس اللي جاء واطلق عليه اللي كله يسمي شانكس وكاشيرو فالمتين هذا هو الكيرو اللي قالنا من اسرع الشخصيات في ون بيس هذا تأكد للنظرية ان نحن نشوف القدرات الخاصة والثالثة قريبا في الانيمي فهذا السريع بهدا لوفي فلوفي كان يواجه بالغير السكند ويستخدم الكلمات اللي تدل على السرعة لكن لوفي لما بده يستخدم الهكي مع الغير السكند صارت هوكو غاتلينج تغير الاسم يعني كان تغير النمط ولوفي دائما يستخدم اسماء اسلحة واسماء حيوانات ويمزجها فهوكو غاتلينج هي عبارة عن ضربات المحرك الثاني مدموجة مع الهكي فلوفي لما بده يتواجه معه في طريقة هذي ما كان في فايدة لوفي خارت قواه امسكه الشخصية الحقيرة هذي وخنقه وقال الحين حان وقت رد الدين يعني خلاص انت مثل ما خنقته اخوي جاء الوقت الحين يا رد لك الدين يا رجل خلاص فكنا واخر عنا خلاص رجال ما عرى قلبه على صاحبة خلوه يشوفين صاحبة فقالي اخي خلاص انا بخنقك ونتم ادينا صاحبك 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 بنقد سانجي بنقد سانجي حقي وما يبيكم خلاص راح شوف لك صوبة ثانية لوفي هنا في قمة الالم في قمة الجوع في قمة اليأس في قمة الهزيمة يعتبر انه خلاص ما في طاقة قاعد يضغط على نفسه بكل ما اوتي من قوة انه يوفر طاقة او انه يحرقها في مكانها الصحيح فسينا ما في طاقة لكن من بدأ يغلط على سانجي لوفي كذا في عقله كما يقول بدأ يغلط على الخوذة يا ولد يا ولد هذا بدأ يجيب العيد يا حبيبي تجاوزت حدودك الزم مكانك افهم من تكون وفك منا يا رجل خلاص قفلت الاخلاق مع تنعطون وجه يا حثالة يا قمامة لازم اربيك لازم اعزف بيانو على قرعتك اللي طالع منها بيانو عزف عليها هذا الحل مع الاشكال الحقيرة يا لوفي فعلا فلوفي على طول امسكها بيد لا تستطيع تنهاش مني واليد الثاني اعطاه بوكس اعطاه لكمة فيها كل الالم والاسى والحقد والكراهية والبغض والخوف مجموعة مشاعر يعني وجهه الدمامل اللي على رأسه تغني مع بوكس لوفي قالت من انت وقلت مجموعة احزان مجموعة احزان من كل مشاعر مشاعر تلقيني فيني اخبز رأسك انت و هذا الدمامل دبل رأسه يا رجل احزان 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 ما يسموه الدراءة ما يسموه دراءة ما يسموه خبز رأسه السبدة وكمل لوفي طريقة وهم يلاحقونها هنا سحبت ريجو ودخلتها داخل الغرفة ومشهد درامي مبطبيع بين لوفي وريجو على طول عرفه قال انت اخذ سنجي وين سنجي لازم عنابها لا تخاف سنجي يدري طبعا اثناء حوارهم لوفي ينتبه الضمادات اللي على رجلها قال شفيك عسى ماشا ما صار لك طيب انت بحاجة للشي هي هنا اعجبت يعني انت مضروب ومتبهدل وواضح عليك وسنجي صاحب عليك وفوق كذا خايف على سنجي مجموعة من المشاعر المتضايبة في رأسك وفي اثناء مجموعة الاسئلة اللي انت بيطلعها شفتني انا الفتاة المريضة او المصابة وعلى طول حنيت هذا موقف نبيل جدا عرفت النبل اللي عن سنجي جامنين اول شي زرفها الحين لوفي فقالت اول شي عقلوفي لا تخاف سنجي ما در الا الحين يعني مو من البداية هدوكم ويدي انها تضحك عليه لا ما در الا الحين وسنجي اللي مضايعة انك بين حيرة انه تخلى عنكم يا رفاق عشاء الهمكم والشي الثاني الرهينة اللي مسكينها عليه اللي مطعم بارتي قال لوفي عرفهم بارتي المطعم يعني يهمني امرهم واقدر ادفع عنهم يعني كنا يقول كان قال لي انا ادفع عنهم هذه الكلمة قالتني اقول ينصر دينك يا شيخ اشكرك يا مدير هذا الكلام اشكرك هذا اللي مفروض يقوله دايما قال ماجد دايما موقف استوري يعبر عن مشاعر من اول الحدث ايه يا لوفي هذا اللي كان مفروض سنجي من البداية يقوله ويسويه عندي كابتن يقدر يدافع لوفي يقول انا اقدر ادافع عنهم ليش يصير في حيرة زي كذا اما النقطة الثانية اللي قالتها ريجو ان سنجي خايف عليكم ان تطاقمها ان يرضاكم في المشاكل ما علق عليها لوفي ليش اهلا نعمل نتفاهم اهلا نعمل نتصرف فقال لوفي خلاص طبعا قبلها طاح الارض جيعان وبطن يزغزغ ودايخ على الطول هي ذكرت الموقف لما لوفي قال حق سنجي ستعود وساتذور جوعا هنا لن اكل الا من طبخك ان طبق سفينة يعود يا سنجي سنجي وينك جيعان تعال اكلني كلمات يعني واحد يدور على خوية يقول اوينك جيعان تعال اكلني يعني لو موقف في الحياة الواقعية يطلع خوية يصبك اهلك انا وينه وتقول تعال اطبخ تتفكر فيه هنا الانيمي الكاتب المبدع كيف جابه بلمسة خيالية درامية وينك انا جيعان خلاني اعتصر من الالم داخلي يعني لو واحد من اخيان يوم الايام يدورني اوينك محمد اوينك 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 يا اخي جيعان تعال اطبخ لي يا شيخ اخبزة قلبك كريمو مونشتر اصب عليها اقل مرقة بيضة بالحليب وكبه عليه عشان يتنفخ راسه يطيح لكن هنا موقف هذا والله تقطع قلبي على لوفي اوينك جيعان يا طباخ طاقمي تعال يا الله قطعني لانه ما يقوله من باب تقطقها ما يقوله من باب مصلحة لا يقوله من باب ان يستفرز مشاعر سنجي فلما قلت له ريجو هالكلام قال اوكي اذا سنجي بخير يرجع ما يرجع على الشي راجع له اهم شي انه متطمن تطمن على الخوي الحين ارجع على المكان اللي احنا اتفقنا عليه اللي قلت له باستناك فيه وبيجيني فيه قفز قفزة خيالية وهدم البيت اللي طاح عليه وطلع مو بقادر خلاص وجه رايح فيها لما نتكلم هنا هذا صراع الشخص اللي يبحث عن صاحبه عشان يعيد كله روابط الصداقة معه مرة ثانية سنجي في اليد الاخرى قاعد يمشي بالسلة كان محضرها البودنغ وخلاص ما ينفع بودنغ لا تستحق هذا الطبخ فقاعد يضيع بها ومعروف نهايتا السلة بتروح المين بتروح اللوفي لكنها بتعاونها شوي مبواجد شوي الا اذا فكر سنجي يحط فيها شي من الهرمونات اللي تعلمها من عيفانوكوف الوصفات الخيالية اللي بتخلي الوجبة البسيطة تقفز بلوفي الى السماء من القوة ممكن وسنجي الحم في صراع يعني خلاص راحت كل الاسباب اللي تمنعك من العودة طلع لي بسبب جديد لقد تأخر الوقت يعني راح راح الوقت تأخرت فيها كان مفض من بدري فقاعد الصوت الداخلي ونفس الامارة بالسوء توجد لها عذار انه لا يوجد طريق للعودة واثق ان سنجي بتتفوق عليها وبتروح للوفي بالنسبة للوفي سواء سنجي حط له مونات او ما حط له مونات حط له دواء او ما حط له دواء فالاكل هذا سابقا عند العرب القدامى عندما يدخل عندها مجاعة ولكن يدخل في حرب او عمل او ما يبغى يموت من الجوع يجيب حصاة ويربطها على بطنة حصاة كبيرة ويربطها بقوة على بطنة عشان تصغروا لها معدتها فلما تصغروا لها معدتها يقل الام الجوع وتصبح عندها طاقة اكثر لان معدتها مارا صغارة فكانت تساعد سابقا هذه الطريقة فلا ننسى ان الوفي باكل بسيط يقدر يشد معدتها يعني فوق ان المعدة عضلة ايضا مطاطية يقدر يشد معدتها مثل ما هو يقدر يوسعها وياك الياب يقدر يشدها ويقاتل ففيها لمحات منطقية لو نسلك اللوب يقال للمحات منطقية كيف يقدر يقاتل بسلة بسيطة موجودة عند سنجي ننتظر الحلقة الجاية وبالنسبة لفديوهات الحفل ان شاء الله الاسبوع ننزلها لكم وفي النهاية يقولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله لا انت استغفوك وتب اليك لا تسون لايك وسبسكرايب وشير جوفكم موسيقى 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 موسيقى